أرجع بالذاكرة إحنا النهاردة سنة 24 أرجع بالذاكرة 19 سنة والتدريب معانا يا سامير ماشي أرجع بالذاكرة 19 سنة في مثل هذا التوقيت قبل نهاء البطولة الإفريقية المباراة العودة بقى كانت في السفاقسي في رادس كان كل الناس عندها كنا متعدلين في القاهرة واحد واحد النادي الأهلي كان متعدل مع السفاقس واحد واحد منول جوزي المدير الفني للنادي الأهلي عمل محاضرة وإدى تعليمات مشددة بالكلام اللي أنا حقوله واللي ميستر كولر عمله النهاردة ميستر كولر تعليمات مشددة قالها قالها المرة واحد التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة في مواجهتي الترجي سواء جوة مصر أو برا مصر أو برا مصر وجوة مصر ده نفس الكلام اللي منول جوزي قاله لنا في ملعب مختار التيتش وإحنا وقفين في نص الملعب قالك التركيز الشديد في المواجهة الأولى والثانية هادي أول حاجة قال مرسيل كولر قال كل اللاعبين الكلام اللي أنا حقوله لازم يتنفس جوه الملعب نفس الكلام اللي قاله لنا منول جوزي أو اللي قاله منول جوزي للجيل اللي كان متواجد سنة 2005-2006 يجب أن يكون هناك أداء رجولي كبير ده الكلام اللي قاله النهاردة مرسيل كولر أنا طبعا مش هتكلم في النواحي الفنية لأنه مش هتكلم فيها اللي قالها النهاردة مرسيل كولر ولكن أيامها أيامها منول جوزي وهواقف مع اللاعبين قال لهم هنلعب بالطريقة الفلانية وحنعمل كذا ولو كسبنا هنكسب في العشر دقايق الأخيرة وشرح المباراة لكل اللاعبين النهاردة مرسيل كولر بيشرح هو عايز يعمل إيه لللاعبين نتمنى أن يكلل أداء الفريق خلال البطولة دي بالكامل وتبقى المرة الاثناشر اللي يستطيع أن يفوس فيها النادي الأهلي إن شاء الله بهذه البطولة منول جوزي كان بيقول لنا كل واحد فيكو يا لعيبة يا رجالة ها لازم يخلق لنفسه دوافع كتير النهاردة مرسيل كولر بيقول لللاعبين نفس الكلام بيقول لهم لازم تخلقوا دوافع كتير جدا لنفسك مرسيل كولر أكد على تحقيق نتيجة إيجابية في تونس ولكن هذا ليس معناه أن المباراة انتهت نفس الطريقة أنا ليه بقول كده وليه بقول دلوقتي وليه بقول لسنة 2005-2006 علشان أتمنى أن احنا نستوعب أن ما فيش حاجة اسمها نتيجة إيجابية في المباراة الأولى أو نتيجة سلبية في المباراة الأولى أبداً البطولة بتنتهي إن شاء الله هتنتهي يوم 25 سواء إيجابية لصالح النادي الأهلي أو لقدر الله حاجة تانية المباراة البطولة لن تنتهي إلا يوم 25 إن شاء الله ربنا يكرمنا في الشوط الأول دايماً بنقول لحضراتكم كل سنة الشوط الأول في القاهرة أنا آسف في تونس ثم المباراة الثانية هتكون في القاهرة